بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين هنتعرف على إيكو إيكو تستخدم للطباعة طبعا بعض الناس يحسب أنه إيكو دالة إيكو ما هي دالة؟ إيكو من الكلمات المحجوزة في اللغة طيب يعني من أساس البي إيش بي طيب إيكو تستخدم لطباعة جملة مثال لو كتبنا إيكو Welcome to my website الآن قتبت Welcome to my website لاحظة الآن وضعناها في ناص ممكن نحطها كمان في تنصيص مفرد وممكن أيضا تكون في متغير بس خلينا نجرب الآن نحفظها ونروح نشوف التطبيق نفعل رفريش الآن لاحظ Welcome to my website نرجع للمثالنا ممكن كمان نحط النص في متغير يعني نقول له site equal وحط عنوان موقعي heat.net الآن لاحظ إيكو سايت قلينا نسوي رفريش الآن لاحظا الآن سوف رفريش طبعا الموقع عنات إيكو تستخدم من متغير تستخدم من أكثر بأكثر من طريقة بناص بمتغير الطريقة الثانية أنك ممكن تستخدم إيكو بالفواصل Welcome فاصلة 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 mine تكتبها بأكثر من طريقة mine website الآن لاحظ خلينا نرجع نسوي تحديث لاحظا Welcome to my website يعني إيكو تستخدم فيها الفاصلة يعني تحط أكثر من عبارة في مكان واحد وعلى معنى إيكو صلى الله وسلم على سيدنا محمد على أله وصحبه أجمعين